احتفلت مملكة البحرين بالنتائج المشرفة لطلبتها في اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم والاختبار العالمي للثقافة العددية حيث أقامت وزارة تربية والتعليم احتفالية كبيرة بهذه المناسبة برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وخلال الحفل كرم الوزير عددا من الطلبة والمعلمين والمعلمات والأوائل المتميزين في تطبيق هذه الاختبارات الدولية فضلا عن تكريم المدارس المتميزة في نتائج هذه الاختبارات والاحتفاء بفريق الوزارة المشرف على تطبيق هذه الاختبارات تقديرا لمساهمتهم في تحقيق مملكة البحرين للمركز الأول عربيا في نتائج اختبار العلوم والثاني عربيا في نتائج الرياضيات مع تحقيق أعلى نسبة تطور في الرياضيات على الصعيد العالمي بارتفاع معدل تحصيل الطلبة بمقدار 45 درجة إضافة إلى حلول المملكة في المركز الأول في نتائج الاختبار العالمي للثقافة العددية تيمز نوميراسي 2015 الذي يطبق للمرة الأولى على الصعيد الدولي وبهذا المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أنه من دواعي الفخر والاعتزاز والاحتفاء بإنجاز دولي مشرف تحقق على يد نخبة من الطلبة المتبيزين مبينا أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لو لا الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من لدن القيادة الحكيمة التي تضع التعليم أولوية قصوى في سلم أولوياتها باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمملكة اليوم كان هناك تكريما لكل من قدم وساهم في الإنجاز الذي وصلت إليه مملكة البحرين في هذه الاختبارات الدولية وأنا بالنيابة عن أخواني في وزارة التربية والتعليم أشكر أيضا جميع أولياء الأمور وأبنائنا الطلبة الذين تجاوبوا مع برامج وزارة التربية والتعليم وأيضا هي مناسبة طيبة نؤكد بأن وزارة التربية والتعليم تسير بخطوات واثقة إلى الأمام دائما بفضل الدعم الذي تجده المسيرة التعليمية من قيادتنا الحكيمة فهذه الإنجازات التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم تأتي نتيجة جهود يبدلها أخواني منتسبي الوزارة في كافة مواقعهم فلهم جميعا كل الشكر والتقدير